موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكد سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن الأخير الدكتور حيدر العبادي هو من سيتولى عملية المفاضلة بين أسماء المرشحين للوزارات وليس البرلمان وأن العبادي لم يطلع قادة الكتل على الأسماء التي سيختارها الحديثي قال أيضا إن معظم الكتل السياسية أرسلت أسماء مرشحيها للوزارات إلى رئيس الوزراء على أن تجري عملية مفاضلة ضمن مواصفات محددة سادتي الكرام هذا هو خبرنا على أن نناقش فيما بعض الخبر جلسة البرلمان ليوم الغد وما سيقول إليه أمر الكابينة الوزارية بعد أن نجيب على بعض الأسئلة التي تدور في أذهاننا لما يصوت نواب الشعب غدا لحكومة التقنقراط المستقلين أم لغير المستقلين؟ طيب هل يصوتون بعكس رغبات رؤساء كتالهم أم هي أماني البعض؟ هل تحظى قائمة الظرف المغلق بالقبول أم أن أمر رفضها محسوم كما يروج منذ الساعات الأولى لتقديمها؟ طيب الوزارة القادمة ستضم سبعة من قائمة أم تسعة من الكتل السياسية وبحضور العبادي وعلنا أمام الجميع أم سيبقى الأمر داخل الصالات المغلقة؟ ما هي المعايير التي اعتمدت في التقييم؟ وما هي الأولويات؟ هل تنتج أزمة الكابينة الوزارية أزمات أخرى؟ أم إن زيارة كيري قد وضعت الأمور في نصابها وعرفت جميع المساحة التي يتحرك فيها؟ هل يبقى العبادي إلى ما بعد اجتماع الدول المانحة كما يريد الأمريكان؟ وماذا بعد اجتماع الدول المانحة؟ هل يبقى الحال على ما هو عليه؟ من جديد أهلا بكم ومشاهدين في حلقتنا من برنامج مع بعض الخبر من بلاد الفضائية وقبل الشروع في حلقتنا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيزين وعبر الأقمان الصناعية مباشرة هنا في العاصمة بغداد عضو اللجنة القانونية النيابية عن اتلاف أو النائب عن اتلاف المواطن الأستاذ سليم شوقي سيادة النائب سلام عليكم وحياك الله في برنامج ما بعد الخبر من بلاد الفضائية شكرا الله الساكم الله وخير حياكم الله كذلك اسمحوا لي مشاهدين أن أرحب بضيفي الكريم وعبر الأقمان الصناعية مباشرة أيضا عضو اللجنة الثقافة والإعلام النيابية نائب عن اتلاف دولة القانون الأستاذ حيدر المولى سيادة النائب السلام عليكم وحياك الله في برنامج ما بعد الخبر من بلاد الفضائية السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أستاذ سليم أبدأ معك ومجددا التحية بك ما الذي برأيك سيجري في جلسة الغد تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم على الاستضافة وتحية للسيد النائب لك الشكر تفضل حياك الله نعم سأتلي عليك ما جاء باجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية والأحزاب السياسية انعقد الاجتماع في قصر السلام مساء أمس واستؤنف اليوم وخرج بمحصلة نهائية تكاد تكون شاملة لكل الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والخدمي وحتى المالي في البلد نعم كان هناك اتفاق على أنه قضية الإرهاب ومحاربة الإرهاب أولوية ولا بد من تطهير البلد من دنس الإرهاب هذه الأولوية الأولى القضية الثانية أيضا عودة آمنة للنازحين وبناء المدن التي دمرتها الحروب القضية الثالثة أن يكون هناك إصلاح شامل وجدي وجذري في كل مفاصل الدولة العراقية سواء كانت اقتصادية أو مالية أو خدمية أو مكافعة الفساد وما إلى ذلك ما يتعلق بالكابينة الوزارية توافق السيد رئيس مجلس الوزراء مع الكتل السياسية على أن ترشح الكتل السياسية شخصيات تكنوقراط مستقلة كفوءة نزيهة وفق المواصفات التي تم التوافق عليها في مجلس النواب على أن يكون الخيار للسيد رئيس مجلس الوزراء لا تفرض عليه فقط الكتل السياسية هي من ترشح وترشح ثلاث شخصيات أو أكثر لكل كابينة وزارية وبالتالي الخيار للسيد العبادي أيضا هناك اتفاق ضمن الوثيقة وثيقة الإصطاح الوطني أن يقوم السيد رئيس مجلس الوزراء بعض الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والمناصب بالوكالة على الشعب العراقي طيب إذن لنقف عند موضوعة دور مجلس النواب هنا سيادة النائب نعم نعم دور مجلس النواب سيأتي السيد العبادي يوم غد حسب لأن هناك تأكيد من السيد رئيس مجلس النواب بضرورة احترام التوقيتات التي طرحها مجلس النواب سيأتي وفي جعبته كتاب رسمي هذه المرة لا يكون مضرف مغلق وإنما كتاب رسمي بإقالة وزراء سابقين وترشح وزراء لاحقين وعلى مجلس النواب طبعا مجلس النواب لا يمكن أن يصوت في نفس اللحظة التي يعرض في السيد العبادي الأسماء لا بد أن يأخذ أو يطلب تمديد ولو لخمسة أيام بغية دراسة هذه الأسماء حتى يمكن التصويت عليها على ذكر الأسماء سيادة النابقة معك أستاذ سليم الأسماء المتداولة في وسائل الأعلام هل هي فعلا الأسماء التي هي في حوزة البرلمان؟ لا حقيقة غير دقيقة هناك ترشيحات كثيرة قسم من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء نفسه وقسم من اللجنة التي شكلها التيار الصدري والقسم الآخر مرشح من قبل الكتل السياسية حقيقة سيتم سيكون الرأي الأخير للسيد رئيس مجلس الوزراء باختيار الأصلح من تلك الأسماء طرحت أسماء كثيرة لكن بالتالي لا تعلم جهة سياسية لحتى من هي الأسماء التي سيختارها السيد رئيس مجلس الوزراء سيكون الاختيار مطلق للسيد رئيس مجلس الوزراء لكن مجلس النواب حقيقة فيما لو عرضت عليها هذه الأسماء لأول مرة لا أعتقد أنه يصوت بالمباشر لا بد أن يأخذ مهلة أو فترة زمنية ولتكن خمسة يام بغية دراستها طيب يعني تريد أن تقول سيادة ناب أن هناك مفاضلات بين الأسماء وكفة من ترجح هي الكفة الأفضل أنا أشكرك سيادة ناب أعود إلى الأستاذ حيدر مجددا التحية به طبعا أستاذ حيدر يعني سيادة ناب السيناريو المفترض ما هو هذا الشق الأول من السؤال برأيك هل وصلنا إلى عرض كابينة وزارية من وزراء التكنقراط غير مستقلين يعني وكذلك العبادي برأيك هل سيحضر غدا تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لقناة بلادي ولكل مشاهديها لك التحية سيادة لك التحية يا سيادة لك التحية يا سيادة أولا إحنا يعني خلنا أول شغلة شن القرار اللي راح يتخذ مجلس النواب حول الأسماء اللي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء اللي سماهم بالتكنقراط اللي جاء بهم قبل حوالي 11 يوم وسلمهم إلى مجلس النواب مجلس النواب أخذ السيرة الذاتية خلال العطلة التي امتدت لسبعة أيام من أجل دراسة السيرة الذاتية للمرشحين ومن ثم يكون يوم الثلاثة موعدا للتصويت أعتقد أنه خلال هذه السبعة أيام ولأن العملية برمتها غير صحيحة وغير جدية جلس السادة قادة الكتل السياسية واتفقوا على أشياء تختلف تماما على ما تم عرضه في جلسة مجلس النواب الأخيرة وبالتالي لا قيمة لكل قائمة قدمت من التكنقراط إلى مجلس النواب إذا كان القرار العراقي يختزل بـ 12 كما أنا سميتها اليوم في بياني بـ 12 شخصية لا قيمة لا لمجلس النواب ولا لكل قائمة تقدم القرار محسوم إذن وانتهى الأمر أعتقد أنه تقديم الأسماء التي جاء بها السيد رئيس مجلس الوزراء يجب أن ينتظر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار مجلس النواب قراءته لهذه الأسماء رأيه في هذه الأسماء التصويت عليها والتعبير عن إرادة ممثلي الشعب ومن ثم يكون هناك الحديث عن الاستبداع وكأنه أفهم من كلام حضرتك سيادة أن أمر الكابينة الوزارية قد حسم في اجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل وأن جلسة البرلمان هي أمر شكلي يعني لا أكثر ولا أقل كيف تعلق؟ يعني حسب اللي جاء يسرب في وسائل الإعلام وحسب الأسماء اللي طلعت أنه الأسماء اللي موجودة في مجلس النواب التي قدمها رئيس الوزراء لا قيمة لها أنا أقول الأستاذ سليم شوقي فندها يعني أنت سمعت إجابتها نعم رغم تحفظنا على الكثير من الأسماء أو بعض الأسماء التي قدمت إلى مجلس النواب التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء بعضها يستحق وبعضها لا يستحق لكن المسألة هي احترام إرادة مجلس النواب لا يمكن أنه أنت تقدمنا قائمة ونأتي يوم غد ونفاجأ بقائمة جديدة باتش الرحيج رئيس الوزراء معه قائمة جديدة كما ذكر زميل أستاذ سليم إذن ما قيمة القائمة الموجودة لدينا والتي يعني معها سيفيات ومعها الكثير من المعلومات وأرسلنا كتب إلى النزاهة وأرسلنا كتب إلى المسالة والعدالة إذن العملية محسومة ولا قيمة لكل هذه العملية التي امتدت لأيام طويلة طيب أبقى معك أستاذ حيدر لنقول أن هل سوف ندخل برأيك في أزمة إذا ما لم يحسم الأمر غدا خصوصا خصوصا أنت قلت في معرض إجابتك في السؤال السابق أن هناك عدم جدية الآن لا أعرف عدم جدية من رئيس الوزراء أمن البرلمان يعني هل نشم رائحة أزمة تلوح في الأفق إذا لم يحسم الأمر غدا لا بكل تأكيد مجلس النواب عازم على حسم هذا الأمر ومجلس النواب كان موقف واضح وصريح جدا أنا أقول إذا كانت الاجتماعات أو كانت سادة قادة الكتل السياسية قد انتهوا إلى وثيقة وانتهوا إلى أسماء وقدموا كل وزارة قدموا لها ثلاثة أسماء إذن ما قيمة الجلسة يوم غد نحن يوم غد لدينا موعد للتصويت على القائمة التي وضعت في الظرف المغلق ونصوت عليها جميل هذا ما أردت أن أسألة البرلمان غدا دوره مهم جدا على ما سيصوت برأيك البرلمان غدا نحن سنحترم يوم غد سنحترم قرارنا وسنناقش الأسماء التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الماضية وعندئذ بعد تصويتنا سواء قبلنا الأسماء أو رفضناها بعد ذلك سيكون هناك حديث آخر عن تقديم قائمة جديدة ويجب أن تكون هذه القائمة الجديدة بحسب ما صوتنا عليه أن تكون من التكنقراط المستقل وإذا العملية هي عملية محاصصة وعملية تقسيم مناصب إذن كل العملية برأيه هي عملية كانت صورية وغير حقيقية جميل جدا شكرا أستاذ حيدر أستاذ سليم نفس السؤال غدا دور البرلمان ما هو يعني على ما سيصوت مجلس النواب غدا على قامة الدكتور العبادي أم على أي قائمة برأيك تفضل نعم أستاذ جواب واضح يعني نحن الكابينة التي قدمها السيد العبادي في ظرف مغلق لم يكن فيها كتاب رسمي موجه إلى مجلس النواب وإنما كانت للاستئناس برأيه لأنها حقيقة قال رئيس مجلس النواب لكم أن تقبلوها ولكم أن ترفضوها وأنا مستعد للتفاوض في تعديلها ولم يكن هناك كتاب رسمي يعتمده مجلس النواب عندما يأتي غدا السيد العبادي وفي يده كتاب رسمي يذكر فيه طلب إقالة الوزراء الحاليين واستيزار الوزراء الجدد الذين جاء بهم وفق كتاب رسمي نحن نتعامل مع الكتاب الرسمي إذا كان هناك كتاب رسمي من السيد العبادي باعتماد الكابينة الجديدة التي سيأتي بها وأعتقد أنها سوف تكون مزيج من القوائم التي ذكرتها لكن العدد الأكبر سيكون للأسماء التي رشحتها الكتل السياسية طيب ماذا عن الأيام العشر التي أعطيتموها للدكتور حيدر العبادي نعم الأيام العشر نحن صوتنا في مجلس النواب على مفهوم وعلى مبدأ وهو أن يكون هناك إصلاح شامل في الكابينة الوزارية لا أن يكون جزئي هذا أول ما صوتنا عليه الأمر الآخر على أنه المرشحين يجب أن يكونوا من التكنوقراط المستقلين ذوي الكفاءة والخبرة والمهنية وما إلى ذلك نحن صوتنا على مبدأ لم نصوت على أسماء طيب يعني سيادة الناب الجميع يعني بعد عشرة أيام الكل يعرف أنكم سوف تصوتون على القائمة هل هذا صحيح؟ نعم نحن ذكرنا على أنه خلال عشرة أيام يأتي السيد العبادي بكتاب رسمي لاعتماد الكابينة من عدمها فالسيد العبادي قال أنا أحترم توقيتات المجلس النواب وسوف أحضر يوم الثلاثة وفي يدي كتاب رسمي لطرح الكابينة بعد إجراء التعديل عليها لأنه ذكر خلال الجلسة الماضية أو عندما جاء إلى مجلس النواب قال هذه القائمة قابلة إلى الرفض أو القبول أو التفاوض أو التعديل بمعنى أنه سيأتي بقضية شبهة نهائية بكتاب رسمي لاعتماد الكابينة التي ستكون بحوزته والتي أعتقدها هي بالتالي ستكون مزيج لكن العدد الأكبر سيكون من الأسماء التي قدمتها الكتل السياسية بالإضافة إلى أسماء لجنة التيار الصدري وكذلك الأسماء التي طرحها السيد العبادي لكن الأكثرية من الأسماء ستكون طبعا المرشحة من قبل الكتل السياسية وله حق الإختيار طبعا أستاذ لا تفرض على السيد العبادي السيد العبادي له حق الإختيار أن يقبلها أو يرفضها طيب بحسب معلوماتك العدد للوزراء السبعة عشر أمثين وعشرين وزير هناك هذه اختلف عليها الفرقاء في قصر السلام البارحة وحتى اليوم حقيقة لأن قضية الدمج حقيقة فيها إشكالات قانونية وفيها أيضا عدم وجود جدوى اقتصادية فقط شخص الوزير هو من يتم تغييره إذا مثلا إذا ما ذهبنا إلى وزارة الرياضة والثقافة ليس هناك صلة حقيقة بين الوزارتين وعلما أن الوزارتين حسب قانون معين تم إنشاءها فبالتالي لا يمكن أن تلغى أو تدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا بد أن يسبق ذلك تشريع كما ذكرت سابقا تشريع نسميه قانون الوزارات العراقية نحدد فيها عدد الوزارات ونحدد فيها أيضا شروط الاستيزار ويكون هذا قانون ثابت يتم التصويت عليه في مجلس النواب ويعتمد من كل الحكومات اللاحقة لا أن تكون قضية ارتجالية كما هو اليوم طيب أنا أشكرك أستاذ سليم بالانتقال إلى ضيف العزيز سياتنا بالأستاذ حيدر حيدر يعني يقال أن الدكتور العبادي عرض سبعة وزارة وأن الكتل عرضت تسع طيب وأن هذا ما اتفق عليه وقد حظيم برضاء الكتل السياسية تعليقك أولا أنا أعود إلى سؤالك اللي وجهت للأستاذ سليم أنت ذكرت أنه أو الأستاذ سليم ذكر قال السيد العبادي عدماجاء بالقائمة قال لكم أن تقبلوها ولكم أن ترفضوها ولكم أن تعدلوا عليها كون لكم جهة تشريعية سياتنا أحسنت إذا كان كل هذه الخيارات لنا لماذا لا يتركن نفسه عن رأينا إذا كان هذا فعلا لنا أن نصوت عليها أو لا نصوت عليها أو نعدل بها إحنا ثلاثة ذنة ما راح نسويهن باتشر إذا الأخوان متفقين وحاطين أسماء جديدة إذن ما راح نسويهن لا نعدل ولا نصوت ولا راح نضيف شي جديد القضية الثانية إذا كانت تقديم الأسماء للاستئناس فأعتقد هذه كارثة ومصيبة أن توزع السير الذاتية بكتاب رسمي من السيد رئيس مجلس النواب إلى أعضاء مجلس النواب وأن تقوم كل لجنة من اللجان المختصة بدراسة وضع الوزير ومؤهلاته وكفاءته وتقديم تقريره كل هذا هو للاستئناس كتاب إلى هيئة النزاهة كتاب إلى المسائلة والعدالة إذا كانت كل هذه العملية عملية استئناس أعتقد هذه كارثة كبيرة نحن أخذنا السير الذاتية للمرشحين وعكفنا على دراستها وتقديم رأينا بها كممثلين عن الشعب وبالتالي يجب أن تحترم إرادتنا أنا اليوم ما أناقش عن قضية هذا الاسم أو هذا الاسم قد يكون بعض الوزراء في الكابينة السابقة وزراء ناجحين ليس كل الوزراء وزراء فاشرين أنا أحكي عن أصل المدى عملية التغيير وكيفية التغيير عملية التغيير تجري عن طريق مجلس النواب وبالطرق الدستورية السيد رئيس الوزراء جاء بالأسماء وصوتنا على عملية التغيير شامل جاء بأسماء طلب أن نصوت عليها أو نرفضها أو نعدل فيها القرار لنا إذن يجب أن يحترم الأخوة الرؤساء الكتل السياسية إرادتنا كنواب للشعب ويتركوننا أما أن نعدل أو نرفض أو نصادق على هذه القائمة وعند ما يصدر القرار من مجلس النواب لهم أن يتخذوا ما يشان لكن يبقى القرار هو القرار في مجلس النواب لا يمكن أن يقرر مع جل احترامي لهم أو مع الشخص أن يكونوا يعني أصحاب قرار بالنيابة عن 328 نائب هذا أمر غير ممكن يجب أن تكون إرادة مجلس النواب ويجب أن تكون قرارات مجلس النواب هي المحترمة القرارات الدستورية والتي فيها آليات دستورية حددها الدستور يجب أن تحترم نعم رسم السياسات العامة علاقة الكتل فيما بينها هذا ما يحدد الأخوان رؤساء الكتل أما القرارات المتعلقة بمصير البلد هناك من يمثل الشعب تم انتخابه تم المجيء به إلى مجلس النواب هو من يقرر مصير الشعب أنك لا تعرف الأسماء يعني أنت أضو في مجلس النواب يعني أفهم من كلامك أنك لا تعرف الأسماء المطروحة إلى الآن الأسماء المطروحة اطلعت عليها بالظرف المغلق اللي قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء الظرف المغلق بعد يومين الأسماء الآن سيادة الناب وليس الأسماء السابقة لا الأسماء الآن لا مطلع عليها ولا أعرف قاعد أسمع من الإعلام أنه أكو أسماء يعني أنا جاي أسأل أقول الأسماء ليتش اللي إحنا هسا درسناها شنو مصيرها؟ للتوضيح أستاذ حيدر يعني المتلقي الآن يعلم أن عضو البرلمان العراقي يجب أن يكون ملما بكافة الأمور ومن ضمنها الأسماء هنا أنا أتحدث فما بالك بالشعب العراق الآن الذي يتطلع إلى هذه الأسماء؟ أخي العزيز النائب يكون ملم لما يجي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب أما إذا يقعدون بقصر السلام وقصر ما أدري ش اسمه أنا وين أدري أنا وش مدريني وش عندي مثلا وحي ينزل علي يقل للجماعة مجتمعين بقصر السلام إذا هم عشرة معدودين ولا يجوز لأي شخص غيرهم أن يجتمع فأنا ش مدريني شقدموا من أسماء شتفقوا شنطبق داخل قصر السلام ولكن مو مجبور أنا من ينطبق فتش معين ليجي ينفرض علي أنه أصوت عنه سأعود عليك في هذا لأجل هذا الموضوع أستاذ سليم نفس السؤال ألا تعلمون الأسماء المطروحة إلى الآن؟ الأسماء أستاذ الأسماء كثيرة أنا ذكرت لك قسم من الأسماء طيب من الذي حددها رشحتها الكتل السياسية القسم الآخر رشحتها لجنة الأخوة في التيار الصدري القسم الآخر الذي رشحهم السيد العبادي سيكون سيكون للسيد العبادي هو اختيار الكابينة من كل تلك الأسماء حقيقة لذلك لحت هذه اللحظة طيب وحسب ما علمت من الناطق الرسمي للسيد رئيس مجلس الوزراء قال السيد رئيس مجلس الوزراء ينتظر من الشركاء الآخرين تقديم الأسماء حتى يحسم أمره نعم نعم سيد سليم سيد سليم إن سمحت لي الآن من الذي يقرر رئيس الوزراء الدكتور العبادي أم أنتم يعني هناك أسماء طرحت نعم السيد العبادي لا بد له أن يأتي بكتاب رسمي ويطرح الأسماء التي هو اختارها ولمجلس النواب حقيقتين هو من يصوت وليس فقط رؤساء الكتل السياسية كما ذكر السيد الحيدر أما إذا كان رؤساء الكتل السياسية بالتالي يعطونه أوامر إلى كتلهم السياسية بضرورة أن يختاروا الأسماء الفلانية أو الأسماء المشخصة هذا يرجع إلى النائب النائب طبعا له خيارات عديدة أولا إما أن يراعي ضميره ويراعي ربه وبالتالي يختار الشخص الذي يعتقد هو كفو أو يترك أو إذا لم تكن لديه هذه الرؤية طبعا سوف يتبع رأي رئيس الكتلة طيب أنتقل إلى ضيف العزيز سيادة نابل أستاذ حيدر إذا ما تحدثنا عن الأولويات برأيك ما هي الأولويات الواجب على مجلس النواب اتخاذها غدا يعني فيما يخص عملية الإصلاح عملية الإصلاح يعني مفردة التغيير الوزاري مفردة وسيطة أمام عملية الإصلاح الجذري الذي ننشده عملية الإصلاح لا يمكن اختزالها بعملية تغيير وزير عملية الإصلاح تبدأ من تبدأ من الهرم من الوزير نزولا إلى الوكلاء وإلى المستشارين وإلى المدراء العامين وهذه عملية تحتاج إلى مهنية عالية تحتاج إلى دقة عالية الآن بدأنا بعملية المفردة الأولى وهي الكابينة الوزارية الكابينة الوزارية عندما أتحدث وأقول إرادتنا إحنا كنواب مؤرادة رؤساء الكتل أنا أتحدث عن قضية عن آلية الآلية التي تم التصويت عليها في مجلس النواب هي أن يكون الوزراء تكنقراط مستقلين هذا ما صوتنا عليه ما صوتنا على تكنقراط حزبي صوتنا على تكنقراط مستقل زين إحنا شنون الآن من صوتنا على تكنقراط مستقل يجون رؤساء الكتل يتفقون على تكنقراط سياسي أنا أقول احترام قرارات مجلس النواب ضروري جدا مجلس النواب اليوم هو يمثل أبناء الشعب إذا مجلس النواب يصوت وقراره ما يحترم ومجلس النواب مطالب يوم غدا بأن يحترم قراره حتى أمام الناس يكون شكله محترم وإلا إذا قرارات مجلس النواب اللي هو يشرحها وهو يقررها ويصوت عليها وما يحترمها فهذه كارثة كبيرة أنا أتحدث عن أن الأولوية هي احترام قراراتنا التي صوتنا عليه ومن ثم هناك توقيتات زمنية هناك مدة 30 يوم هذه الثلاثين يوم يجب علينا أن ننهي فيها عملية إجراء التغيير الشامل الذي صوتنا عليه والذي يتضمن الدرجات الخاصة الوكلاء المدراء العامون وإلى نهاية من المناصب التي كانت موزعة بشكل تحاصصي بين جميع الكتل السياسية هذا ما يجب أن يكون الأول هو احترام قراراتنا ومن ثم الالتزام بالتوفيقات الزمنية وهذا ما أريد أن أطرحه على حضرتك سياتناب أستاذ حيدر هناك إشكالية يعاني منها المتلقي والشارع العراقي بصورة عامة السيد رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي عندما أتى إلى البرلمان طلب من مجلس النواب أن يختار هذه أسماء وعليكم أن تختاروا يا مجلسنا الآن الكتل السياسية في مجلس النواب تقدم الأسماء إلى الدكتور العبادي وكأنه تقول له أنت اختار يا دكتور حيدر العبادي هنا الحيرة سياتناب لمن الخيار لمن الكلمة الفصل في هذا الموضوع السيد رئيس مجلس الوزراء عندما جاء جاء بقائمة أسماء وقال هذه الأسماء التي أنا اخترتها وأنا أتحمل مسؤوليتها هذه الأسماء لكم أن تصوتوا عليها أو ترفضوها أو تعدلوا عليها طيب اطلعتم على الأسماء الآن السؤال المهم هنا من سيتحمل مسؤولية الوزراء الذين سيتم تغييرهم بالقائمة التي قدمها السيد رئيس الوزراء راح نترك القائمة التي قدمها السيد رئيس الوزراء الضرف المغلق الآن أكو قائمة جديدة حسب ما هستفتها من زميل الأستاذ سليم هذه القائمة هل يتحمل مسؤوليتها السيد رئيس مجلس الوزراء هذا ما يتقرر غدا مثلا أستاذ حيدر هذا ما يتقرر غدا مثلا إن شاء الله طبعا هذا الآن هو المطروح الآن المطروح أنه أكو قائمة غير هاي القائمة هاي القائمة الجديدة سيد رئيس الوزراء عندما جاء إلى مجلس النواب قال هذه القائمة أنا اختاريتها وأنا اتحمل مسؤوليتها سؤالي الآن القائمة اللي راح تتقدم يوم غد اللي راح يستبعد بموجبها القائمة القديمة بالظرف المغلق هذه القائمة من يتحمل مسؤوليتها وهذا ما أردت أن أسألك السؤال التالي سيادتنا بأستاذ حيدر أسألك عن المعايير هل هناك معايير اعتمدة يعني معايير معينة لتقديم كابينة الدكتور العبادي أو ما سيقدم من أسماء أستاذ حيدر يعني حسب ما افتهمت قبل ساعتين يمكن افتهمت أنه كل كتلة سياسية مقدمة ثلاث أسماء على كل وزارة السيد رئيس الوزراء ملزم بأن يختار اسما من هذه الثلاثة أسماء وهو له الخيار له حرية الاختيار في أن يختار من هذه الأسماء الثلاثة التابعة إلى الكتلة السياسية التي قدمته من يجي إلى مجلس النواب راح يجي يجيب قائمة يختار من بينهاي التلاثة يختار اسم ويجيبها إلى مجلس النواب واعتقد هم راح يجيب الظرف مغلق على اعتبار أنه يعني احنا تعودنا على آلية الظرف المغلق إذا هن تلاث أسماء والتلاث أسماء هو محصور بيهم يعني وين التغيير اللي صار زين ليش ما نبقى على الوزراء السابقين ليش احنا نريد نغير الوزراء السابقين أكو بيهم ناس اشتغلوا ونجحوا بعملهم زين وين الحكمة من هذا التغيير شن اللي راح نستفاده من هذا التغيير إذا هي نفس العملية في الحكومة السابقة قدم كل كتلة سياسية قدمت ثلاث أسماء وهذه الأسماء التلاثة اختار منها رئيس الوزراء والآن العملية رجعت إلى المربع الأول ثلاث أسماء ويختار منها واحد احنا نريد ناس فعلا تكنقراط ناس مستقلين من أجل أن يكون كل مجلس النواب عين على هؤلاء الوزراء الآن راح نرجع إلى نفس الخلل السابق كل واحد يدافع عن وزيره كل كتلة يدافع عن وزيره كل رئيس كتلة يدافع عن وزيره وما صار أي إصلاح نهائي ولا يصبح أي تكنقراط في المسألة أشهر لك أستاذ حيدر أنتقل إلى ضيف العزيز الأستاذ سليم سيادة النائب لنتكلم الآن عن التحالف الكردستاني أستاذ سليم هل قدم أسماءه يعني نسمع أن هناك خلافات بين الأحزاب الكردية أستاذ سليم نعم بس أنا ملاحظة على زميلي وعزيزي أستاذ حيدر أستاذ حيدر كلامه يعني مغاير تماما لكلام دولة القانون وتحديد حزب الدعوة حزب الدعوة عد الأمر بأنه مؤامر على المشروع الإسلامي ومؤامر على الكتلة السياسية الإسلامية لماذا يقولون لماذا يتساوى الصالح مع الطالح لماذا نحمل جريرة الفاشل جريرة الشخص الآخر الناجح لماذا يكون فقط التكنوقراط من المستقل الجهات السياسية لديها جهات سياسية أو أشخاص عديدين بالتالي ينتمون لها جهات سياسية لديهم التكنوقراط والخبرة والكفاءة لماذا يتم استبعادهم عدوا ذلك بمثابته وتآمر على المشروع الإسلامي والكتلة الإسلامية وهي بالتالي صاحبة التاريخ والأرث الكبير في الدولة العراقية وفي التغيير الذي حدث طبعا الكلام فيه الكثير من الصحة حقيقة وحتى إذا ما رجعنا إلى الكابينة السابقة هم بالتالي ينتمون إلى جهات سياسية لكن كان يفترض أن تكون هناك لجنة لتقييم الأداء وهذا ما اعتمده المجلس الأعلى في حينها قال يجب أن تكون هناك لجنة لتقييم الأداء من كان ناجحا يبقى في نجاحه ومن كان فاشلا يتم استبداله حتى لا يتساوى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون لكن هذا لم يحدث بضغط التظاهرات التي حدثت في الشارع والاعتصامات كان هناك إصرار على أن يتولى المناصب سواء كان في الكابينة أو في المناصب الهيئات المستقلة أو المناصب بالوكالة أو الدرجات الخاصة من التكنقراط المستقلون لذلك كان التصويت على ذلك ما يتعلق بالأخوة في القائمة الكرد السليم قبل أن تجيبني أستاذ سليم قبل أن تجيبني سوف أعود إليك فيما يخص موضوعة الأحزاب الكردية المتخالفة مع بعضها أستاذ حيدر أنت سمعت إشكال ضيفي العزيز كيف ترد على إشكالي أولا أنا كنائب أمثل مجموعة من الناس وأنا حر فيما أطرحه كل شيء يتفق مع قسمي ومع بميري أدلي به هذه النقطة النقطة الثانية أنا لا أقول أن الإسلاميين لا يوجد فيهم تكنقراط لا بالعكس ولكن ما أقوله أن لا نحصر القضية يعني إلا حزبية حصرا هناك من الإسلاميين التكنقراط منهم جيدين ولكن لا نحصر المسألة بإطار حزبي ضيق هذه النقطة النقطة الثانية نحن صوتنا ونصرح بقضية الإصلاح وهذا الإصلاح الذي نطلقه وهذه الشعارات التي نطلقها هو أن يكون التكنقراط مستقل هذا ما أعني يعني حتى أكون صادق مع نفسي وصادق مع شعبي وصادق مع كل الناس أن أحترم قراري نعم مستقرات نحن صوتنا على تكنقراط مستقل هذا الذي أنا أقصده وضحت الفكرة أنا أشكرك أستاذ حيدر بالانتقال لك ضيف العزيز سياد الناب أستاذ سليم لنرجع إلى صلب الموضوع فيما يتعلق بالأحزاب الكردية نعم فيما يتعلق بالأحزاب الكردية قالوا صراحة قدمت أسماء من بعض الأحزاب الكردية لكنها بالتالي رفضت لأن تعرف أنت في المكون الكردي توجد خمس جهات أساسية وهي كما تعلم الديمقراطي والاتحاد والتغيير والأحزاب الإسلامية هي خمس جهات فخرجوا باجتماع كان لدى السيد رئيس الجمهورية وقالوا إذا الأسماء قدمت من جهة دون موافقة الجهات الأخرى سوف لن تعتمد لذلك اليوم هم بالتالي حسموا خيارهم قالوا نحن نمثل المكون الكردي ويجب أن يقول لنا تمثيل المكون 20% في الدرجات الوظيفية لذلك هم حسموا أمرهم وحسب علمي حتى قبل أن ندخل الستوريو قد قدموا أسماء بالتوافق فيما بينهم إلى السيد العبادي لكن كما قلت السيد العبادي هو غير مجبر باعتماد الأسماء التي قدمت هو له حق الاختيار الكتل السياسية تقدم وفق المنهج والرؤية التي صوت عليها مجلس النواب والتكنوقراط والخبرة والكفاءة والنزاهة وما إلى ذلك وعلى السيد العبادي أن يختار من هذه الأسماء فإذا لم تكن الأسماء الثلاث المقدمة بالتالي تنال اختيار السيد العبادي إما أن ترشع الكتل السياسية أسماء بودلاء للثلاث أو يختار السيد العبادي بالتالي من الأسماء التي توجد في معيته فبالتالي كان هناك في الاجتماع على أنه السيد العبادي له حق الاختيار في الأسماء المطروحة طيب لنتحدث الآن عن كتلة الأحرار سياتنا الآن بعض الوزراء قدموا استقالاتهم استقالاتهم للدكتور العبادي هل يقدمون مرشحيهم حالهم حال بقية الكتل أم ماذا؟ طيب ماذا عن الوزراء التي يشغلها وزراءهم لمن ستذهب؟ نعم وبالتالي ليسهم فقط من قدموا الاستقالات الكثير من الكتلة السياسية قدمت استقالات وزراءها بعد أن صوت مجلس النواب على ضرورة أن يكون البودلاء من التكنوقراط والذين لديهم المستقلون والذين لديهم الامتيازات التي ذكرتها التيار الصدري باعتقادي هو كان لديه لجنة وهذه اللجنة اختارت أسماء والأسماء أيضا هي في معية السيد العبادي وقد سمعتمنا السيد الناطق باسم السيد العبادي قال ممكن أن تعتمد الأسماء لكن لا ينتمن لهم ككتلة استاذ سليم نعم قال ممكن أن تعتمد بعض الأسماء التي قدمها الأخوة في الأحرار لشغل المناصب التي بالتالي هي عائدة إلى كتلة الأحرار طبعا الأخوة في كتلة الأحرار هي ليست عائدة سيارة النابس للسليم نعم يعني الوزارات ليست عائدة إلى كتلة الأحرار فيما يتعلق بالمناصب أنا قلت المناصب التي أوكلت إلى الأخوة الأحرار أقصد الوزارات التي أوكلت إلى الأخوة الأحرار بالتالي اللجنة التي شكلها التيار الصدري هي رشحت كابينة كاملة من ضمنها الأسماء أو الوزارات التي كانت حائدة لهم فالذي سمعته من السيد الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء قال ممكن أن نعتمد الأسماء التي قدمت من التيار الصدري فيما يتعلق بالوزارات التي كانوا يشغلونها لتوضيح أستاذ سليم لكنهم لا يمثلون الأحرار كمنظومة سياسية هم يمثلون غير جهات وبالتالي الأحرار لهم الخيار إما أن يعتمدوها الأسماء نفسها التي قدموها أو يختارون بدلاء عنها لكن قبل ساعة تقريبا قبل أن نأتي إلى الستوديو كان هناك بيان للأخوة الأحرار ذكروا فيه على أنه إذا لم تكن الكابينة الجديدة بعيدة عن المحاصصة السياسية بمعنى إذا كانوا هؤلاء الوزراء الذين قدمت أسمائهم للسيد العبادي لديهم لون حزبي أو لديهم ارتباط حزبي سوف يعلقون مشاركتهم في الحكومة وإذا ما علقوا مشاركتهم في الحكومة سيسعون إلى سحب الثقة من السيد العبادي هذا ما قالوا في قبل ساعة تقريبا في بيان لهم إذن الذي يريدون هو الأخوة في الأحرار على أن تكون الأسماء التي رشحت سواء كانت من السيد العبادي أو من الكتل السياسية يجب أن لا يكون لها لون حزبي أو يكون لها ارتباط في جهة سياسية يجب أن تكون مستقلة طيب أنا أشكرك أستاذ سليم من الانتقال إلى ضيف العزيز أستاذ حيدر سياتناب أسألك عن المطالب الشعبية برأيك ألا تخشون عودة الاعتصامات؟ بكل تأكيد هذه المطالب هي ليست جديدة ولم تأتي هذه المطالب فقط خلال الاعتصامات وأن هذه المطالب قديمة جداً والناس تطالب منذ سنوات بضرورة أن تنتهي المحاصصة بالبلد أن تنتهي عملية تقسيم المناصب في البلد بكل تأكيد نحن جزء من هذا الشارع نحن جزء من هذا الشعب جئنا بإرادة هذا الشعب وبالتالي يجب أن نحترم إرادة هذا الشعب هذه قضية القضية الثانية نحن نخشى أن تمتد عملية عادة التدوير أن تمتد إلى المناصب الأخرى أن تمتد إلى الهيئات وتمتد إلى الوكالات وتمتد إلى المستشارين وإلى السفراء وهذه كارثة مشروع الإصلاح الذي أطلقه رئيس الوزراء والذي آمنت به الكتل السياسية وصوتت عليه وخرج الناس يطالبون بعملية الإصلاح ومن أجل إنهاء عملية المحاصصة عملية المحاصصة هي من دمرت البلاد وبالتالي يعني اختيار الوزراء بموجب الاتفاقات السياسية وعلى أساس المحاصصة سيكون بداية للامتداد إلى بقية المناصب والعودة مرة أخرى إلى عملية المحاصصة أبقى معك أستاذ حيدر برأيك هل هناك حل وسط يرضي جميع الأطراف يعني أنا برأي نعم يوجد حل وسط هناك الكثير من الحلول المطروحة يجب أن يتحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الوزراء الذين يختارهم اليوم لا يمكن أن تأتي كتلة سياسية وتفرض على رئيس الوزراء وزير معين وتطالب رئيس الوزراء بأن يكون أداء جيد هذا تناقض كبير اليوم رئيس الوزراء يجب عليه أن يكون واضحا ويأتي إلى مجلس النواب ويقول أن العملية هي عملية تحاصص وعملية تقسيم للمناصب ويوضح ذلك بشكل جليل لأبناء الشعب العراقي لا يمكن أن نأتي بحكومة اعترضنا على الحكومة السابقة لأنها كانت نتاج محاصصة واليوم نأتي ونعيد الكرة مرة أخرى ونأتي بحكومة محاصصة يعني ما سوين شيء طيب أنا مو أعترض على المشاركة أبدا ولكن أنا أعترض على يعني هذه العملية اللي امتدت لأيام طويلة يعني شن اللي خرجنا بي احنا اليوم طيب شن الناتج اللي طلعنا بي نفس العملية يعني مجرد يعني عملية تدوير لا أكثر ولا عقل أنا أشكرك أستاذ حيدر أستاذ سليم ضيف العزيز سيادة النائب لنعود إلى موضوعات التيار الصدري التيار الصدري طالب بعلنية الجلسة هل من تأكيد بهذا الخصوص برأيك؟ نعم أنا فقط بس أوضح قضية حسب الميثاق الإصلاح الوطني فقرة من ضمن الفقرات فيما يتعلق بالهيئات المستقلة والمناصب بالوكالة والدرجات الخاصة أن تعلن من قبل السيد العبادي على الشعب العراقي وأن تكون هناك لجنة من الخبراء هذه اللجنة تستلم السيبيات مباشرة عن طريق طبعا ستفتح قنوات للتواصل مع الشعب العراقي إما عن طريق القنوات الرسمية أو الصحف الرسمية وكذلك قنوات التواصل الأخرى ستعرض الدرجات وأعتقد في هذه المرحلة ستكون 300 درجة تعرض على الشعب العراقي ويقدم وفق مواصفات معينة يقدم سيبياتهم لشغل تلك المناصب بل ستكون هناك لجنة من الخبراء طبعا تقيم الأسماء المقدمة أو المطروحة هذه السيد حيدر تم التوقيع عليها قبل لا أأتي سأعطيك حقا الرد أستاذ حيدر شاهدت الوثيقة التي صادق عليها الكتل السياسية والرئاسات الثلاث هذه قضية وأيضا اتفقوا على أن يشرع مجلس النواب ست قوانين مهمة خلال هذه المرحلة مرحلة 3 شردات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي أيضا واتفقوا على تشكيل مجلس سياسي للاستشارة فقط يكون ملم بالقضايا الستراتيجية حقيقة هذا وأعتقد حاليا القنوات الفضائية بثت بنود تلك الوثيقة طيب ما يتعلق بقضية الأخوة في الأحرار نعم طلبوا بأن تكون الجلسة علنية وممكن أن تكون الجلسة علنية نحن لا نعمل من وراء الكواليس يعني إلى العن لم تقرر إذا ما كانت الجلسة علنية أم لا هو سيترك الأمر السيد رئيس مجلس النواب سيترك الأمر لمجلس النواب لغرض التصويت وأعتقد مجلس النواب سيصوت بالإجماع اعتقاد الشخصي على أن تكون الجلسة علنية لكي أستثمر الوقت معكم ضيفي العزيزين هناك مداخل من أستاذ حيدر تفضل نعم تحدث زميلي أستاذ سليم عن بعض البنود التي تضمنتها الوثيقة باقتصار أستاذ حيدر نعم باقتصار لأن أريد أن أستثمر الوقت معكم أمر جيد جدا أن تفتح لأبناء الشعب العراقي 300 درجة والمدراء العامون لكن أنا متأكد أننا سنختلف لاحقا على الخبراء الذين سيختارون هذه الأسماء هل اتفقت الكتل السياسية على أن تتحاصص على الخبراء الذين يختارون الأسماء التي تأتي عن طريق مواقع أو البوابات التي ستفتح أم سيترك الخيار إلى رئيس الوزراء حتى يختار يعني ما واضح بالوثيقة طيب نتمنى أن تتوضح ما يتوضح غدا برأيك أستاذ حيدا العفو عندي جواب تفضل أستاذ سري نعم اتفق الفرقاء على أن يكون أربعة من الخبراء من التحالف الوطني اثنين من دولة القانون وواحد من الأخوة في الأحرار وواحد من الوطني الكتلة المواطن واثنين من اتحاد القوى يرشحهم واحد من الوطنية واثنين من القائمة الكردستانية ويكون أيضا اثنين يرشحهم السيد العبادي على أن يكون المرشحين هم من الخبراء ويكون قرارهم بأغلبية معينة على الترشيحات التي ستأتي لهم من قبل الشعب العراقي بمعنى كل الطيف العراقي يشترك في تقييم من يقدم على المنصب المعين أذهب إلى أستاذ حيدر ضيف العزيز سيادة النائب زيارة وزير الخارجي الأمريكي هل حسمت الأمور برأيك تغيير وزاري مع بقاء الدكتور العبادي يعني لا زيارة وزير الخارجي الأمريكي لا علاقة لها بالشأن المتعلق بعملية التغيير الوزاري نعم أعتقد كان لزيارة تأثير في عملية التقارب وهذه الاجتماعات التي حصلت لكن هو مجرد تقريب لوجهات النظر لكن عملية الاختيار وعملية التصويت وإلى غير من الأمور هذا الشأن داخلي أعتقد كان حسب ما أعلن هو أنه زيارته تتعلق بدعم العراق في حرب على الإرهاب وكان جانب منعته هو تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين قادة الكتل السياسية يعني بإطارها العام وليس بخصوصياتها طيب شكرا أستاذ حيدر أستاذ سليم يقال أن واشنطن أبلغت الكتل السياسية بضرورة الإبقاء على الدكتور العبادي كرئيس وزراء إلى ما بعد عن عقاد مؤتمر المانحين تعليقك نعم أنا أؤيد الأستاذ حيدر فيما ذهب إليه هناك ضمن الوثيقة التي تم التصويت عليها أو تم التوقيع عليها على أنه الأمور التي تخص الشعب العراقي فيما يتعلق بتشكيلة حكومته أو في المناصب أو في رسم السياسة العامة للبلد هو هذا قرار خاص لا يمكن للدول أن تتدخل به فأعتقد وهذه ضمن الوثيقة وقد وقع عليها الفرقة بالتالي لا يسمح لأن يكون هناك تدخل من الخارج إما في بقاء العبادي أو في التشكيل الوزارية أو في المناصب الأخرى فقط الدول هي تقدم ربما تقدم العون لوجود توافق وطني أما أن تتدخل في تفاصيل العملية فإنها لا أعتقد أنها تتدخل في تفاصيل العملية طيب أستاذ حيدر بالعودة إليك ضيف العزيز كيري قال وهو وزير خارجة الملك إنهم مسألة التغيير الوزارة هي أمر عراقي داخلي وأن الولايات المتحدة لا تتدخل في هذا الشأن كيف تعلق؟ قبل لا أعلق يعني كنت أتمنى أنه أنت تعقب على جواب زميل أستاذ سليم عد ما قال أن عملية اختيار المرشحين للمناصب العليا في البلد ستتم وفق لجنة مشكلة من كل الكتل السياسية نعم يعني كنت أتمنى أنت أيض طرحي اللي حشيته بالبداية وقلت أنه القضية قضية محاصصة يعني محاصصة يعني سيد حيدر لا داري فكن الدبلوماسي واتجاوز هذا الموضوع نترك التقييم لمن يعني لمن نترك التقييم للسيد العبادي فقط لا المجلس النواب لممثلي وهذا مجلس النواب هو صاحب الكلمة الأخيرة في إعبارهم ومتسق من عدمها يعني مجلس النواب هو صاحب الفيصل سيد حيدر كنا نتمنى أن يكون يعني كل لجنة تتولى عملية فتح الترشيح على الوزارة التي تشرف عليها اللجنة ويتم الاختيار وفق معايير واضحة وصريحة ومحددة لم يغب عني بالمناسبة أنت قلت هذا ولكن لم يغب عني ما تفضلت به وما دار في خلدك يعني ولكن الله يفضكم لكن أرد أن أترك جواب هذا الأمر ليوم غد إن شاء الله البرلمان وهو جهة الرقابية المعنية بهذا الأمر لما فيه خير وصلاح لطلعات شعبنا العراقي أستاذ سليم توقعاتك ليوم غد نعم أعتقد السيد العبادي سيأتي وهذه المرة لن يكون الظرف مغلق وسوف تكون الجلسة علنية برأيك ستكون الجلسة علنية بناء على تصويت مجلس النواب هو سيصوت على أن تكون علنية وسيكون هناك كتاب من السيد العبادي هذه المرة لن يكون هناك ظرف مغلق وعلى هذا الكتاب ستكون هناك ترشيحات ولمجلس النواب أولا وآخرا له الحق في إعطاء الثقة من عدمه طيب نفس السؤال أستاذي العزيز أستاذ حيدر برأيك ماذا تتوقع غدا كما قال سيادة النائب أستاذ سليم الجلسة علنية المضروف المغلق يعني أتمنى أن تكون الجلسة علنية نعم وكل هذا النقاش وكل هذا الحوار الذي يأتي بياناتنا هو حرصنا وحبنا إلى بلدنا يعني لا يوجد اختلاف إن شاء الله بياننا كلنا في مركب واحد وما يهمنا هو أن يسير هذا المركب دون أن يتعرض إلى أي مخاطر نتمنى أن تكون جلسة يوم غد جلسة هادئة أن نصل إلى نتيجة أن نحقق ما يطمح إلى أبناء شعبنا نعم وأن تنتهي هذه المشاكل وتنتهي هذه الخلافات نعم بما ينعكس إيجابا على أبناء الشعب العراق إذا كثرت الأسماء أستاذ حيدر نعم يعني هل نشهد مفاضلات في الأسماء برأيك يعني ما راح تطرح ثلاث أسماء راح يطرح اسم واحد والاسم أما تصوت عليه أو ترضى أو يرفض أو يعدل أما ترضى أو تقبله رأيك أستاذ سليم نعم هو بالتالي السيد رئيس مجلس الوزراء هو من له حق الاختيار لكل وزارة سوف يتم ترشيح شخص واحد هو طلب نعم من الكتل السياسية أن ترشح أكثر من شخص لكن بالتالي السيد رئيس الوزراء يختار شخص واحد نعم لكل وزارة وإذا تم قبوله من مجلس النواب كان بها إذا لم يتم قبوله سوف يرشح السيد رئيس مجلس الوزراء شخص آخر إذن في نهاية حلقتنا من المرنامج ما بعد الخبر من البلاد الفضائية لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى ضيفي العزيزين الذين كانوا معي عبر الأقمار الصناعية من بغداد كل من عضو لجنة القانونية النيابية نائب عن اتلاف المواطن الأستاذ سليم شوقي جزيل الشكر لك سيدنا كنت ضيف عزيز علينا في برنامج ما بعد الخبر كذلك أنا أتقدم بجزيل الشكر إلى ضيفي العزيز الذي كان معي عبر الأقمار الصناعية النائب عن اتلاف دولة القانون عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية الأستاذ حيدر المولا شكرا لك أستاذ حيدر كنت ضيف عزيز علينا في حلقتنا بعد الخبر من البلاد الفضائية والشكر الموصول لكم أحبتي المشاهدين ألقاكم في حلقات أخرى تحياتي تحيات كذر عمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اعلان يدعو تجمع فنانو العراق المصورين العراقيين الى المشاركة وارسال صورهم الفوتوغرافية لضم اعمالهم الفوتوغرافية بكتاب ضخم سيصدر لأول مرة في العراق ويوزع داخل العراق وخارجه ليكون مرجعا ووثيقة حية تبرز ابداعات المصور العراقي ومهاراته ويكون في المحاور التالية الطبيعة حب الارض اوضاع النازحين الحياة اليومية انتصارات القوات الامنية وابناء الحجد الشعبي المعالم الاثرية والمراقد المقدسة في العراق شروط المشاركة لن تقبل الصور المؤطرة التي تتضمن نصوصا ورموزا كتوقيع المصور او غيره يجب ان تقدم جميع الصور على صيغة جاي بي جي فقط وبجودة عالية لا تقل عن 300 دي بي اي ولن تقبل الصور غير الصالحة للطبع يسمح بتعديل الصور على برامج التعديل كالالوان والتعريض طالما انها اصلية وليست منسوخة من اعمال فنانين تاريخ قبول الاعمال من الاول من اذار وحتى الاول من ايار لعام 2016 اللجنة المشرفة على تحكيم الاعمال من العراق الدكتور عبدالخالق شاكر من الامارات الاستاذ مرشد المهاري من السعودية الاستاذ ناصر سعيد الربيعي من ايران الاستاذ